موسيقى الله معكم بحلقة بانوراما اليوم نختم رحلة دامت أكتر من 39 حلقة بعالم الكتاب المؤدس رحلة أرادة السادة سبعة أن تقدم من خلالها زبدة تعليم كلمة الله للبشر وعلى قدر الإمكان بلقاءنا الأخير اليوم رح نختم برسائل القديس بولوس لأهل كورينتوس بصرنا نرحب للمرة الثانية على التوالي بحضرة الأسيس سهيل سعود أسيس أهلا وسهلا فيك للمرة الثانية معنا أهلا فيكم ومثل ما قلت أنا بشرفنا أن نحن نكون معكم ونشارك بهالرسالي سوا أسيسنا اليوم الحلقة هي شوية صغيرة حول رسائل مربولوس إلى أهل كورينتوس عندي رسالتين صحيح بشكل عام هالرسالتين بدي عرف شوية عن ظروفهم ولي كتابهم بولوس إذا منقرأ الأصحاح 18 من سفر أعمال الرسل نرى كيف تأسست كنيسة كورينتوس إذن هونيك المصدر بالإجاز بعد ما كان بولوس بأثينا بيروح على كورينتوس وبي أول شي بيبلش يزور هيكل يهودي حتى مثل عطو يبلش أول شي مع اليهود ولكن أيضا ما قبلوه بيروح وبيسكن عندي اتنين يلي هني أكيلا وبرسكيلا يلي هني آمنوا يهود آمنوا بالمسيح ويجوا على كورينتوس ولأنه بولوس بيشتغل نفس شغلتهم بالخيام كانوا يعني له صناعة الخيام بيسكن معهم فترة بيرجع حد الهيكل فيه بتعرف على طيتوس يلي منشوف طيتوس كمان إليه يدور برسائل بولوس بيصير بينتقل يكرز للأمم الروح القدس بيظهر له الله بيقله يا بولوس لا تخف ولا تسكت لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة شو بيصير بعدين بيسكن بولوس بيكورينتوس بيخبرنا عمر رسول لمدة سنة ونصف بيقعد سنة ونصف وبينشأ الكنيسة هلا بس ينشأ الكنيسة إذن بيكون هو بواحده وخمسين واحده وخمسين عم نحكي عن العام واحده وخمسين بيكون بيكورينتوس بيقعد هونيك سنة ونصف بيرجع بيترك كورينتوس كورينتوس وبيروح لأفاسوس بأفاسوس منشوف ماذا يحدث أول شي بالرسالة الأولى لكورينتوس بيكتب للكنيسة بكورينتوس بيقولهم كنتوا لقد كتبتوا لكم أن لا تخالطوا ذنات هذا العالم وبالتالي المفسرين بيقول بيقولوا كان هناك رأي رسالة سابقة للرسالة الأولى لم تصل إلينا لم تصل إلينا هي أول رسالة وبدأ بالرسالة عم يعالج موضوع موضوع عدم سلوك أخلاقي جيد ولازم ما ننسى أنه مدينة كورينتوس كان فيها معبد أفرودايتي إلهة الجمال وكان فيه ما يسمى بزانيات الهيكل يعني مشرعة جدا كان القلة الأخلاقي الدعارة الدعارة كانت مشرعة ويبدو كان فيه شوية مشكلة اللي يرجع بيحكي عنها كتير إذن بيبعطلهم رسالة هذه بيسموها الرسالة السابقة اللي ما منع عرفها تاني شي بيسمع من الناس بيقول لهم أهل خلوة أهل خلوة بيخبروه أنه هناك انقسامات في الكنيسة وهيدا جدا بيقلمه للرسول بولوس فبيكتب رسالته الأولى من أفاسوس بيكتبها حوالي خمسة وخمسين بيكتبها الرسالة حتى يعالج موضوع الانقسامات شو كانت للأسف الكنيسة يعني بعد سنتان فقط من تأسيس الكنيسة بلشت الخصامات بالكنيسة ولكن الشي بدنا نقول ونشكر الله أنه بتنتهي رسالة كورانزا ستانية وما بقى فيه خلافات يعني بولوس بيعالجها ولكن خلافات بس راح بولوس بيجي واحد تاني اللي هو أبلوس إذا بدقرأ عمال الرسال بيشوف أنه أبلوس بيحكو عنه أنه رجل فصيح ومقدر ويبدو كتير كان شاطر بالوعظ أشطر من رسول بولوس كان بالوعظ بشين هك بيقول لهم أنه يمكن أنا ما كتير شاطر بالوعظ شاطر بالأسلوب ولكن أنا شاطر عندي معرفة إذن بيبعت هيدا الرسالة التانية ورايا رسالتني هي قانونيا الأولى بيرجع بيبعت تميساوس للكنيسة بيبعته أنت ميساوس بيجي بانطباع ما كتير منيه في بعض الناس بالكنيسة عم عم بتشكك برسولية الرسول بولوس عم تقول أنت منك رسول حتى حتى عانى من هيد المشكلة عانى من هيد المشكلة منه رسول وبالإضافة إلى رجعوا رجعوا كتبوا عن عن مواضيع عدي سألوهم شو رأيك بهالمواضيع يعني سألوا عدة مواضيع بقى بروح تميساوس وبيرجع هيدا تميساوس روح تميساوس ما كمان كتير كانت منيحة يعني إجا بانطباع منه كتير منيح بيطر بولوس لأنه لازم يكملها هاي لأنه مرتبطة بعض الأولى والتانى بيركد بولوس على الكنيسة بيزورها مرة تانية زيارة قصيرة وهي بيسموه هاي زيارة زيارة مؤلمة لأنه تقلم جدا من شو كان عم بيصير بالكنيسة وبيرجع عافساس وبيرجع من عافساس بيكتب الرسالة القانونية التانية اللي هي عندنا رسالة التانية إلى هالكورينتوس اللي فيه بتوضح الأمور يدافع عن رسوليته ونرى تعود الوحدة إلى الكنيسة طيب أسيس ذكرت حضرتك أنه بيكورينتوس كان فيه مشاكل وخصمات بين المؤمنين وبولوس حاول على قدر الإمكان أن يحل هذه المشكلات نعم بلاي أنا أنه بهالرسالة الأولى مثلا إلى هالكورينتوس فيه عندنا نشيد المحبة صحيح يلي بنزلوا مربولوس بلوك واحد بقلب هالكتاب المقدس في مدينة فيها خصام ومشاكل ونزاعات بين المؤمنين صحيح بحب تعطيني شوي هالقيمة الكلام على المحبة في قلب عالم فيه مشكلات وتطبيقه بعالم اليوم لأن يمكن ربما بكناسنا نحن نشبه إلى حد بعيد كمان وضع كنيسة كورينتوس صحيح هذا كتير صحيح حقيقة هلا بأي إطار بولوس كتب نشودة المحبة نشيد المحبة اللي مننا أخذ جبران كليل جبران عن المحبة بإطار أنه كان بالكنيسة فيه ناس تدعي أنه هي كتير مؤمنة وهي عندها نبوءات وعندها كل هك شيء مشين هك بولوس بيقلن لو كنت أتكلم بألسة الناس والملائكة ولكن ليس لمحبة فقط صرت أنه حاسن يطن أو صنجن يرن كان عم بيخاطب هالناس يلي عم تدعي ولكن ما عندها محبة نعم مشين هيك يكتب بولوس هذه الكتابة الخالدة عن المحبة يلي بيحاجي لإلى عالمنا وإذا بتقرأ هالإصحاح يلي المحبة تصدق كل شيء المحبة تحتمل كل شيء المحبة لا تسقط أبدا المحبة لا تنتفخ المحبة المحبة بهالإطار وأهم شيء مش سهل تحب أهم شيء بيقلك مش أي حدا بيقدر يطبق هايدي المحبة اللي حكي عنا الرسول بولوس أنا عبي بيحتي هون الأصحاحة 13 13 بالرسالة الأولى لأهل كورينتوس أيوة أصحاحة 13 هالوصف للمحبة الخالدة فقط نحن بنقدر نعيشها إذا اختبرنا محبة المسيح هايدي هي ما يسمى الأجابة المحبة الآخر ليس لأي استحقاق فيه مش لأنك تسحق بحبك هايدي بولوس رسول محل تاني فقط الذين انسكبت فيهم محبة الله هن اللي بيقدر يحبوا هايدي المحبة ومشين هيك قال لهم الرسول بولوس وقفوا انقسامات وقفوا دعاوة للأسف من أصحاحهم للأصحاحات أهل الكنيسة مقدمين دعاوة على بعضهم عند المحاكم المدنية قال لهم روح تصالح انت وخيك وهالخصامات وقفوا حب خيك لأنه فقط المحبة وحدة هاي اللي بتغير وقديش نحن بيحاجي لهيدي المحبة هلأ في عالمنا قديش أنا وقديش الكنيسي بيقول المسيح يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات بيشوفوا محبتكم لبعضكم البعض بيقول بيشوفوا محبتكم لبعضكم البعض ونحنا كتير بيحاجي له أسيسنا حضرتك بين خلال خبرتك الرعوية يعني مع المؤمنين أكيد في ناس عندها خصامات ومشاكل طبع 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 هلش مرة اختبرت فعلا كيف أن كلامة الله بتحلها المشاكل بقلب الرعية أو الناس بيقولوا لك أنه هاي كلام الإنجيل ما عليك خلينا إياه على جنب وخلينا نروح لغير حلول يمكن بالمحكمة يمكن بالمشاكل بالشريعة بين بعضنا هلأ أنا كمان كنت قاضي بالمحكمة بالمحكمة الروحية للأسف الناس ما بتروع المحاكم ما كانت تجي على المحكمة لعنا إلا منتهيين نعم ما بيجوا لحتى يتركوا شوي مجال أنه في مجال لحقسة ترجع المحبة تشعل بيناتهم ويرجعوا تسانحوا بعضا بيجوا بيجوا عن نهاية لا شك لا شك نحنا نحنا ناقصنا كتير محبة بكنيسنا ناقص كتير محبة ناقص يعني يعني أوقات هالغيري في غيري بالكنيس في كمانة مشكلة كان يعانوا منها الناس عندها مواهب أنا عندي مواهب أفهم منك أنا بعمل هاك وأنت بتعمل هاك كلها هايدي بقول الله صعب يقول علاجة في المحبة وبكنيسنا وعلى صعيد الرعاية ما في شي بيحل الخلافات إلا المحبة هلأ هلأ أوقات أوقات يعني إحنا مترك عمل الله يشتغل مش أوقات دايما اللي إحنا مترك عمل الله يشتغل وهو اللي بيعرف القلوب يعني أسيس لحتى إختم برسالة كورينتوس الأولى بالمجمل يعني الزبدة لها الرسالة شو بدأت لنا بمختصر طيب بالرسالة الأولى مثل ما قلتلك كان عم يعالج مواضيع نعم رسالة كورينتوس الأولى أو الثانية هي ليست رسالة عقائدية مع أنه بيمروا فيها قيامة المسيح وقيامة الأموات ويعني صحيح هاي دا بالأسحاق خمستاش إيه عم نحكي خمستاش صحيح بالقبل كلها مواضيع يعني بنتقل من موضوع لموضوع 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 العقيدة الأساسية يلي بيتوقف عنده أعمال الرسل بالجزء الثاني هي عقيدة القيامة نعم يلي بالأسحاق خمستاش بيحكي عن أهمية القيامة في الإيمان المسيحي تحتى يقول إذا المسيح ما قام بطلت كنيستنا وبطل إيماننا وبطل كرازتنا وكان في مشك لأنه كان بعض عضاء الكنيسة يؤمنوا أنه المسيح قام ولكن لا يؤمنوا بقيامة الأموات بيقلهم إذا بيكونت أمنوا بقيامة يسوع معينة بيكونت أمنوا بقيامة الأموات ما في بدك تغد تنام مع بعض مش بس وحدة وبالتالي ما في شك عقيدة القيامة هي أهم شيء وبأعمال الرسل بيعمل لك ليستة من الناس يلي شافوا المسيح خمسمائة أخ بيقول بعدهم لهلأ باقي وبالحقيقة إذا بنا نحكي عن الرسالة الأولى معظمة معالجة مشاكل بس موضوع القيامة هو الأساسي اللي بعده لهلأ كمان نحنا ما عنا رجا وعزا نقول لها لها الأخوة وأخوتنا وأخواتنا المسيحيين دي عم يستشهدوا يلي عم يموتوا يلي عم يتعجروا يلي عم يتعطروا ما عنا غير رجاء القيامة صحيح يعني قيامة الجسد ما بعرف هون أسيسنا أيام إذا بتحكي فيها قدام الناس بيقولوا لك نحنا بالقرن الـ 21 ما بقى فينا نحكي عن خرافات يعني الإنسان ينتهي بالموت وخلصة هذا المبدأ الماددوي يعني الذي لا يقبل بالقيامة صحيح إنما عمليا نحنا رجائنا يتخطى صحيح أكيد لا لأنه بالنهاية نحنا عايشين بمشيئة الله وما رح يصير اتفاع باينات لأنه في خلاف عشي محوري طيب مش مؤمن بي الله كيفر هيدا كيف بدي أعترف فيه مش مؤمن بي الله مزغوط بدي واحد يعترف بي الله ويعترف بالمسيح ويعترف بمحمد ويعترف بكل الأديان عوجها الأرض هيدا مؤمن لا ما بيقبل ليش لأنه شي طبيعي إن تكونت مؤمنة لإنسان حلا أنا بالصراحة شخص متدين شوي بالنسبة لأ إلي لأ يعني صعبة شوي صغيرة حلا بالنسبة لأ غيري يمكن بس أنا شخصيا لا بفضل يكون مؤمن أكيد أكيد لا ما بيقبل لأنه الإنسان بس دك تتجاوزي تحطيه ببيتك بدي يكون إنسان مؤمن مثلك مثله بس ما أنه يكون شو ما كان طائفته ما أنه طائفة معينة بس يكون عنده إنسان يكون مؤمن أقل شي أكيد لا لأنه أنا بيمن بأ الله ومشو حتحمل يعني حدا قبل عيش كتير سينتيفك يعني لأنه الإيمان شي كتير أساسي هو أساس الحياة لا صعبة لأنه أقلا موجود فيي كيف بدي يرتبط صعبة ما بيقبل لأنه شو بدي يربيلي ابني يعني عشو على أي مبادئ بدي يربيلي ابني ما رح نتفق أساسي لا أنه مش رح نكون متفقين أصلا أنه ما بتصبب أكيد ما برتبط بشخص ما بيقيمين بأ الله لأنه الإيمان أساس الحياة لا أكيد لأنه أنا بأمين بأ الله عادي عقيدة الدنيا ويعي ما تهمني أهم شي هو الحب أكيد لا لأنه الإنسان الحب أول الشيء أول سنة وسنتين بس بس يجوا الأولاد أكيد لازم يكون في دين ولازم أن نخلي الأولاد يتعلموا دينهم تا يكبروا يعرفوا فيه شيء اسمه الله لا غير ممكن لأنه نحنا صغار يعني متعلمين على الديانة وهي عدد الديانة كمان العادات والتقاليد التعلمناها فلا أسيس نحن رح نفوت هلأ برسالة تانية لأهل كورينتوس كان السؤال الموجه للناس هو هل تقبل أنه تشارك حياتك كم الزوجية مع شخص غير مؤمن لأنه منحب شوي برسالة تانية لأهل كورينتوس أنه ندخل بأشياء عملية حياة الإيمان والمصالحات تأثير على إيماننا إلى آخره ماذا تعليقك على الإسناتكم؟ يعني معظمًا يلي يلي جاوبوا جاوبوا صح بمفهوم أنه أنا ما فيني شارك حياتي ما حدا لا يؤمن بأله ما حدا ما بشاركني نفس الإيمان ونفس المعتقدات أنا طبعًا أنا ما بشجع إنه يصير فيه ارتباط بين ناس إلا إلا يلي بتشاركوا بالإيمان الواحد بالاختبار الواحد وبالخبرة الروحية الوحدي وبالتالي يعني معظمًا جاوبوا جاوبوا بهذه الطريقة يعني وهيدا صحيح يعني حتى الرسول بولاس بيحكي عن بيحكي عن موضوع إنه إذا حدا إذا حدا ارتبط مع زيني هو عم يسيق لجسده وبالتالي ما بيركبه مع بعضهم الحياة الأداسي بدّى حياة أداسي تاني مشان هيك مشان هيك نحنا دائمًا نشجع الكنيسي وبناي وشباب الكنيسي اللي رتبطوا ببعضهم مش خارج الكنيسي نعم طيب أسيس إذا ما نروح حلق شوي على الرسالة التانية إلى أهل قرانتوس اللي هي رسالة فيها موضيع كتير مهمة حياة الإيمان المصالحة مع الله نحنا هياكي للأله هياكي الروح الأدوس شو بتهبهاك تمتقلنا بعض النقاط الأساسية يلي مقدر نحطه قدام المؤمنين والمشاهدين حتى يستفيدوا منا الموضوع يلي يلي بولوس طرقه هو إنه نحنا جسدنا مش لقيلنا نعم وبالتالي مش مسموح لقيلنا نحنا نسيء التصرف بجسدنا مشان هيك بولوس بيقلهم انتوا هيكل الروح القدس والروح القدس يسكن فيكم و مشان هيك بدا تكون حياتنا حياة يعني إذا بيقول الروح القدس يسكن فيكم معناتها معناتها يعني صارت حياتنا كلها ملك لالله و بس كن ملك لالله أنا بدي أعمل شو الله بريد مني نعم مش شو الناس تانية بتريد مني وهيدا بينطبع على على طريقة استخدام جسدي على تصرفاتي وعلى علاقاتي بين الناس في المجتمع طيب أسيس هون منشوف نحنا عايشين بعالم يعني الانترنت التليفزيون إلى آخره الإعلام يلي بيحملنا كل يوم ألاف وألاف الصور الغير خليقة باحترام جسد الإنسان و بقيامنا المسيحية برأيك هون يعني هل التربية والتنشئة المسيحية دور كيف ممكن نؤدي هالدور حتى نحمي هالأجيال فعلا من هالأوبئة يلي بتوصلن إنه يشعروا وكأنه الخطيئة شيء مستحب ومستسهل وما بيشعروا بزنب أبدا الحقيقة بها العصر المنعيش فيه الله يعين الأهل الله يعين الأهل يلي بدن يكونوا كتير كتير حكماء بالتربية لأنه بهالأيام الانترنت بيربي معنا واليوتيوب بيربي معنا وإذا ما كان فيه إذا ما كان فيه إذا ما خلينا أولادنا يوصلوا لقناعة داخلية من جوه إنه هيدا اللي عم يبين وهلقلة الأخلاق يلي عم تطلع يكون هني عندهم موقف موقف منا مش مش نحنا بنجبرهم عليه لأنه إذا ابنك تجبر بابنك وإذا بدك بدك تحاول تذكر عليه بيروح بحل محل بيروح بعدين هالأيام ما بقى فيش مخبة صحيح وصار كتير صعب التربية هيدا بيرجع للبيت بد بيرجع للبيت بيرجع بالدرجة الأولى وهون مش عم بيحكي بس وعظ بيرجع للأهل كيف بيتصرفوا شو هي اهدمامات الأهل قدام أولادهم شو يلي شو الأمر يلي فعلا فعلا بيعنيلهم حتى حتى نطلع نطلع تربية مت ما بيقول رسول بولص هم صاروا نموس لأنفسهم بدك بدك يكون عندك جوه نموس نعم مش مش شرائع من برة بدا هي تربيك بد يكون عندك جوه ألارم جوه نموس يلي بيوصلك لقناعة بأنه اللي ما تشوفه هو ما بيمجد الله وهيدا برجع برجع على أهمية أهمية الإيمان أهمية الجماعة المسيحية بالكنيسة وأهمية الأهل ما في شك نحنا بعصر كتير صعب و الله يعين الأهل و الله يعين أولادنا لحتى لحتى يمشوا بالسلوك المظبوط وسط هذا الفساد اللي موجود بالعالم بقلب هالعائلة بديو كون في عنا حياة الإيمان بالوقع بكورينتوس الثاني بيحكي عن الحياة بالإيمان وحتى لو بأبعاد شوية عن الجسد الفاني ولي بيلبس عدم الفناء إلى آخره ولكن اليوم انطلاقا من خبرتك بالحياة الرعوية يعني كيف يمكن تعزيز الحياة الإيمانية بقلب البيت أحياناً نحن كأهل يمكن نتلكأ بالقيام بواجبنا مع أولادنا أو يمكن نستحي حتى نعيش إيماننا الديمون يعني هذه القفة كيف ممكن معالجتها رعوياً رعوياً بدن بدن يعرفون أن الكنيسة أولوية بحياتهم وبدن يمسكوا بييد أولادهم يروحوا على الكنيسة حتى يشوفون هني هونيك قبل وبدن يعيشوا بالبيت ما في ما في يعني يعني قديس نقسطينو ذيان برجع له بيقول أنه أنا جيت دموع أمي دموع أمي هي اللي قادتلي للإيمان وبالتالي في عملية تدريب بده تصير بالبيت في حدا بيكتب كتاب كريسشن نيرتشر يعني التنشئة المسيحية بدنا نحكي عن تنشئة تحدث في البيت صلاة سوا مناقشة كل المواضيع وليس شففية بين الأهل وبين الأولاد ما لازم حدا يخبي على حدا ولا لازم حدا يكذب على حدا عايش حياة ويبين فيها راحة مش بدون ضغوطات من دون أوامر إجبارات بدك يتعلموا ويعطوا رأيان في حياة سليمة بدها تنشئ جوا البيت هو الأساس البيت هو الأساس بس تربي من صغر بيقول كالنقش في الحجر يلي بعدين بيطلع جيل لا رجاء لهيدا المجتمع إلا بالعيلة المسيحية المضامنة والمحبة يلي بتطلع أولاد أولاد كمان عندن عندن مواقف مواقف صامضة أمام أمام اللا أخلاقيات والفساد يعني هيدا هيدا شغلة بدها تصير بالبيت طيب أساس هل تشعر أنه اليوم بشكل عام مجتمعنا عيالنا تعيش نوع من الركاكة في الإيمان أو لا حسب في عيال متمسكة ويعني متينة وفي عيال بتحسل عندها ضعف يعني فيه اثنين فيه اثنين فيه اثنين ما في شك بس يعني دايما نحنا ندعو ندعو إلى التمسك بالإيمان بس هيدا موجودة يعني الكنيسة أوقات أنا بتألم علي عندنا هيك إيمان نحنا وما منعيشوا وما منعيشوا ببيوتنا وبكنيسنا موجود اثنين يعني للأسف موجود اثنين ولكن ندعو نحنا إلى كل واحد يحافظ عائلته وتكون الكنيسة كلها مثال نعم أسيس خلينا نرجع هلأ شوي يعني ما نلملم النقاط الأساسية الرسالة الثانية إلى أهل كورينتوس شو ممكن بعد ناخد مننا شيء فعلا نستفيد منه على المستوى الروحي والرعوي طيب على المستوى الروحي والرعوي بكورينتوس الثاني بيحكي عن موضوع يلي نحنا هلأ منعاني منه أو المسيحيين وحتى كتير ناس عم يعانوا منه موضوع المساعدة العطاء بولوس كان يجمع يجمع مصاري من كنائس مكدونيا ومن كورينتوس لمساعدة الفقراء في أوروشاليم يعني يعني هيدا كمان هيدا موضوع روحي بس يكون عندنا كتير ناس محتاجين وخصوصا بهالأزمة وبهالنزوع وبهالتهجير بولس بحط لهوت في العطاء بيقول المسيح الذي هو غني افتقر لنغنى نحن بفقره عم بيقلك المسيحي اللي عنده كل الأمجاد السماوية وكل الألوهية وكل السماد رضي هو يتنازل ويصير فقير متلنا ويتخلى عن بعض الصفات اللي كانت لقيله قبل التجسد لحتى يغني حياتنا مشان هيك بيقلهم المسيح افتقر كلمة لكم هالفقرة انتو لازم تساعدوهم يعني هيدا فيه رسالة هون هناك دعوة أيضا لمساعدة الفقراء وحتى نتعلم كيف نعطي بيقول إذا بدنا نعطي ما حدا ربح مني بدنا نعطي بالسرور بدنا نعطي ليس عن اضطرار بدنا نعطي بدنا نعطي ليس عن حزن يعني هون بيحكي بلهود بالعطاء وأنا بظن بهالأيام موضوع العطاء ومساعدة ومساعدة هالفقرة ولسيما أخوتنا المسيحيين والكل الفقرة هيدا موضوع روحي بهالأيام وهيدا روحي بامتياز بس الحلو أنه مثل ما قلت آخر شي بينتهي الرسالة التانية بكيرينسوس بكنيسي بكنيسي رجعة التحدث بكنيسي ما بقى عم تحكي عن خلافاتي اللي كانت بولس تعامل مع كنيسة كورينسوس كأب ولكن كأب محب وحازن وهيدا الأبوي الصحيحة الأبوي الصحيحة مش كله آه متل ما بدك أب محب وحازن وقت الحزم أرجى الحزم وقت المحبي أرجى المحبي مشان هيك بتشوف الجانبين في كنيس كورينسوس ترى جانب جانب الحزم وقال لهم بجي لعنكم بتحب أتردوين أجي لعنكم بعصى أو بالمحبة وأرجى جانب المحبة بحديثه عن نشودة المحبة العظيمة العظيمة اللي نحن بحاجة لإله أسيس اليوم بتحس عند الناس أنه على ما فيه مشاكل وحاجيات يعني الصفة الطلب بالتبرع في فصل الثامن بيطلب تبرعات معلوم تامن وتاسع مزبوط فاليوم بقولوا على كترة هالحاجات يعني بيش نعرف مين بحاجة ومين منو بحاجة وكترة التبرعات وبيطلبوا دائما تبرعات فبتحس في نوع من الارتخاء يعني في نهاية الأمر وكأنه المؤمنين خلص تعبنا يعني عطي تطلبوا مننا يعني هون كيف ممكن نرجع نشتشد يعني المحبة الفاعلة والمعطاقة بقلب الحياة ديك بولوس كتير كتير بيكون واضح بموضوع بموضوع العطاء بيقول أنه نحنا من واجبنا نعطي بس الحلو بيقول أعطوا أعطوا أنفسهم أولا للرب وبعضين أعطوا منصرياتهم أنا بظن هيا بدنا لازم أرجع نعيدها مرتين الكلام اللي قال وبولوس حلو نعطي أنفسنا أولا للرب والرب هو بيرجع بيفتح جيبنا حتى نعطي الآخرين صحيح الناس تعبت هلأ أنا أنا كمان بظن أنه كثير في ناس عم بتغش ما بتكون بحاجي صحيح ما بتكون بحاجي أنا بتأسف أنه مثلا هلأ بعرف أنا نحنا كنايسنا بالسورية ولبنان بتأسف أنه في بعض منهم بصير يغضوا من عدة مصادر وبعض منهم بعض ناس ما عاد بيشبعوا وما عاد بيقدروا النعمة وبرغم من كل يعني بتحدث أخطاء ولكن هيدا ملذن يوصلني ترجعوا أنا ما بق بدي ما بق بدي أعطي نعم لازم دور على الناس الأكثر فقرا والأكثر حاجي وساعدهم لأنه هيك الرب يقول لي أسيس بختام هذه الحلقة رح أطلب من حضرتك تختارنا من حيث ما تريد من الرسالة الأولى أو الثاني إلى أهل كورينتوس أي وتعطينا إياها زوادي بختام هاللقاء طيب بدي اخرى اختار لكم اتنين كورينتوس للإصحاح الرابع عدد ثمانية لعشرة نعم اسمعوا شو بيقول بولوس عن عن الوضع العيش بوضع نفسي صعب بيقول للكنيسة مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين متحيرين لكن غير يائسين متهضين لكن غير متروكين مطروحين لكن غير هالكين حاملين في الجسد كل حين اماتت الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا بدي اترك هايدي لأنه هالأيتين بعبروا عن حالة المسيحيين بالشرق حالة الكنيسي يلي فيه اكتئاب وضيق وحيرة واضطهاد وده صعب وعم نسئل يا رب ليش هيك عم بيصير ولكن بوله صنع بيقلنا بالرغم من الاكتئاب والانزعاج والحيرة نحن غير متروكين لأن الله معنا في هذه الظروف الصعبة والمجد لا اسمه آمين أسيس أنا بيبقى بختام هاللقاء اتشكرك على حضورك معنا بالفعل نحن نتمنى من كل قلبنا أن تدخل هذه الكلمات كلمات القديس بولوس إلى قلب كل إنسان مننا وعلى الرغم من التعب والإرهاق واليأس أحيانا ونشعر بالضعف وبأنه متروكين أو كأن الله غير موجود معنا أن نشعر فعلا بأن الله حاضر ويسوع حاضر معنا والروح القدس عامل وفاعل بالكنيسة وهذا أمر يجب أن نسعى إليه بالصلاة وبالجهد اليومي بحياتنا الروحية حتى فعلا نوصل لهذه المرحلة التي مع الإديس بولوس قول لست أنا الحي إنما المسيح هو حي فيه هو حي في كنيستي هو حي في أعمالي هو حي في أفقاري ونقدر ننشر هالحضور ليسوع بشهدتنا الحياتية يوميا وليس بشكل يعني أوقات مؤقت أو بشكل يعني من وقت إلى آخر إنما بشكل دائم شكري كتير كبير لحضرتك معنا الأسيس يعني أنا من كل قلبي فعلا بدي إليك شكرا بدي أشكر كل يلي تابعونا المجد يسوع المسيح بعد تسعة وتلاتين حلقة من بانوراما بتخلص رحلتنا اليوم على أمل إنه نكون زرعنا وعلى قدر المستطاع كلمة الله الحي بقلوبكن هالكلمة يلي تعمل عملها وبتعود للرب دائما منتصرة بنشكر فريق العمل بكامل أفراده شكر خاص للمخرج والمنتج والضيوف اللي رفقونا برحلتنا الطويلة وما بيبقى في النهاية إلا نشكركم أحبائنا المشاهدين على صبركن ومتابعتكن على أمل إنه تبقى كلمة الله مصباح لخطانا ونور لحياتنا أمين اشتركوا في القناة